هي كتير جدا من اللي بيبعتلنا على صفحة البرنامج بيطلبوا مننا نتكلم شوية عن أخبار الاقتصاد لأن هم مش فاهمين فيه ايه بيحصل دلوقتي في مصر الأسعار مبالغ فيها جدا 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 الناس طبعا سكتة والناس متحملة لكن الموضوع بقى يعني بعيد شوية عن فكرة قدرة تحمل الناس يعني الناس هتستحمل ايه ولا ايه رز باربعين جنيه سكر بخمسين جنيه الفول الفول تجاوز الميج جنيه من فكرة الناس تجيب شوية فول ولا شوية عدس أسعارهم تجاوز الميج جنيه وانت مش بتتكلم على سلع يعني انا بحبش اقول كلمة سلع استفزازية ولا سلع رفاهية لا هي مش رفاهية خالص انت بتتكلم في سلع للطبقة الفقيرة للطبقة الفقيرة فول عدس سكر اللي هو مش هيميز بين غني وفقير رز أسعارها فعلا فعلا قربت تبقى يعني لمن استطاع إليها سبيلا خلاص ما بقتش ابدا في استطاعت الناس العادية مصر فيها مرتبات 2500 و2600 و2700 ناس مرتبتها كده ناس معاشها ما بيتجاوزش الالفين جنيه ما بتاخدش معاش اكتر من كده والناس دي مطلوب منها انها تعيش في مصر وتدفع بالأسعار اللي موجودة في مصر يبقى بتقبط بالجنيه ومعاشها بالجنيه وبتدفع بالدولار بأسعار الدولار اللي خلاص احنا مش قادرين نسيطر على الدولار الدولار ارتفع في العالم كله الدولار عندنا شح فيه الدولار عندنا أزمة كبيرة فيه فالناس بتضطر تشتريه من سوق سودا فالسوق السودا تزود عليك في الأسعار وبناء عليه انت كمان تزود على الناس كل شوية اللي بتقوم به الحكومه عشان تحاول ان هي تسد العجز الكبير ده في الأسعار الحقيقه مفيش اي حاجه واضعه تقرى المنشتات كده والاخبار تقول ياه ياه ده احنا خلاص ان شاء الله ان شاء الله كلها شهور وهتلاقينا عدينا مرحلة الفقر بقى خلاص اللي مصر بتعيشها بقالها سنين طويلة الحقيقه عدت المرحلة دي تيجي تدخل في التفاصيل تكتشف ان مصر تحولت كده لأرض بتأجر بس يجي الاماراتي يجي الخليجي يجي ايطالي يجي اي حد عنده فلوس يحطلك فتات فتات وياخد خيرك من قلب أرضك وزود على ده كمان انه يجي يبقى عايز فلوسه تحولها له البلده بالدولار لان الجنيه يعني ما بيأكلش عيش في الدول الاخرى فانت تضطر انك تشتري انت كحكومة انت كحكومة تنزل وتشتري الدولار من السوق السوداء عشان تسدد فوائد وارباح الشركات اللي جات استصمرت عندك لانك لسه الغايد النهارده ما حلتش الازمة الكبيرة الحقيقية اللي موجودة عندك النهارده من الاخبار اللي تم نشرها ان وزير البترول المصري دلوقتي بيتناقش مع شركة دانا غاز دي من قبرى الشركات اللي بتعمل في مجال الغاز يعني الامراطية اللي اتنين دلوقتي يعدين بيتشاوروا ازاي اننا نستثمر داخل مصر وطبعا الوزير بيعرض عليهم المتاحة دانا عرضة ان هي تستثمر في مصر استثمارات امتها ممكن توصل ل43 مليون دولار ومصر مستعدة ان يلا يلا بينا نبدأ ايه المشكلة بس لسه بقى المفاوضات شنقلة هما مصر هتحفر 11 بير تنموي و3 ابار اخرى استكشافية الكلام ده هيبدأ في 2024 والهدف طبعا اننا نزود الانتاج بقيمة 30 مليون قدم من الغاز يوميا عشان نحاول اننا نواجه التناقص اللي بقى يحصل للابار وكمان في نفس المفاوضات تقريبا مفتوحة مع شركة ماليزية اخرى ان يكون في بدء من الانتاج من المرحلة العشرة لمشروع هما وغدينه اسمه حقول غرب الدلدة الوزير في مشاوراته وفي لقاءاته اكد ان مصر بتمتلك ساعات كبيرة جدا من مصانع الاسالة موجودة عندنا في اتكو موجود في دميات وان مصر قادرة ان هي تلبي طلبات دول شرق البحر المتوسط في اسالة الغاز احنا عندنا المصانع وعندنا الادوات وعندنا كل حاجة انتوا بس قرروا واحنا ان شاء الله قادرين على ده بشكل كبير لما تيجي برضو تبص مثلا عشان بقولكم ان احنا تحولنا لفكرة ان انت بتأجر انت عمال تأجر اراضي وخلاص ده يدور على غاز ده يدور على بترول ده يقولك انا هستثمر ب40 مليار لا ده انا هستثمر ب80 يعني بامور كتيرة جدا ان مثلا المفروض زي ما احنا فاهمين ان الشركات الاماراتية اللي موجودة في مصر هي اللي بتعمل مش اللي موجودة في مصر اللي عايزة تستثمر في مصر هي اللي بتعمل استثمرات كبيرة تعالوا بقى نرجع ورا شوية نرجع ورا شوية والخبر لتمانية اكتوبر فاكد محدش بصله ولا هتم بيه لانه كان تاني يوم طفان الاقصر ان في صفقة استحواز ضخمة صفقة استحواز ضخمة تمت الصفقة دي بتسعة مليار دولار بتسعة مليار دولار شركة ايني الايطالية يعني شركة ايطالية هي كبيرة جدت وقالت ان هي عايزة تستثمر في مصر من خلال بقى ان يبقى فيه مزايدات وعروض ومش عارف ايه كل بقى الامور اللي ممكن يتم تنفذها عشان البحث وعشان الاستكشاف وعشان نشوف الغاز وعشان 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 فايني شركة ايني الايطالية دلوقتي تعتبر هي الرابح الاجبر عندك ايني الايطالية صفقة كبيرة وعندك كمان فيه شركة تانية اماراتية هي كمان شركة ادك ادك الاماراتية هي كمان دخلة في نفس المجال وهو الغاز 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 المصري الغاز المصري طلاينا عايزين يستثمروا فيه والاماراتيين عايزين يستثمروا فيه وانت بما انك مضغوط عليك بسبب الديون مضغوط عليك بسبب اقصاط الدين اللي بدأت او يعني اللي هتبدأ خلاص بعد شهر واحد انك تاخد تسعة من هنا عشان تاخد تلاتة من هنا على ما معرفش كم مليون من هنا بحيث ان احنا نقدر نسدد الخمستاشر مليار اللي مطلوبين من مصر في الربع الاول من الفين اربعة وعشرين احنا فين بقى في المسألة دي احنا اصحاب الارض بس احنا اصحاب الارض احنا في السنة